تحطم المروحية الإيرانية التي كانت تقل الرئيس الإيراني رئيسي ووزير خارجيته طفت على السطح خصوصا أن إيران دولة لها ثقلها السياسي والاقتصادي والعسكري على المنطقة والعالم وإيران ومنذ فترة تتعرض إلى هزات كبيرة وبالذات اغتيال أغلب قادتها الذين لهم بصمات كبيرة على الأحداث مثل مقتل سليماني وكذلك القيادات بالحرس الثوري الإيراني على يد الضربات الأمريكية والإسرائيلية وجاءت لتختم برئيسي ووزير خارجيته الأمر الذي الكل يراقب كيف ستكون السياسة الإيرانية المقبلة في الداخل وفي الخارج وكذلك الحديث من سيكون الخليفة للسيد الخامنائي كيف سيكون الوضع بين القوى المتصارعة داخل إيران بين الرعيل الأول للثورة وبين الجيل الثاني للثورة محور المقاومة هل ستتخلى عنه إيران أم هو سيتخلى عن إيران الكل لديه وجه التضر والكل لديه اعتقادات والعالم كله يترقب ماذا ستقول اللجان التحقيقية التي شكلتها إيران عن حادثة المروحية هل كانت بفعل فاعل هل كان الأمر عرضيا هل كانت هناك قوى داخلية قامت بهذا هل أمريكا وإسرائيل هذه ستفتح لنا أبواب كثيرة للنقاش وتساؤلات كثيرة على المدى القريب اشتركوا في القناة